فاكرين واقل غنيم واقل غنيم الشاب اللي هو كان متصدر احداث 25 يناير هو اللي عمل الدعوة بتاع النزول ل25 يناير من على صفحة كلنا خالد سعيد وكان يعني واحد من النجوم على مستوى العالم اللي هو اللي حرك الثورة في مصر وبعدين انتوا شفتوه في السنين الاخيرة وهو تقريبا يعني عامل زي الكاتكوت اللي بيرقص على صفيحة ساخنة مش مستقر على حال ونفسيا مش متزبط اعلن هو عبر صفحيته قال بعد شهور من حساب النفس ده الكلام اللي كاتب وقال غنيم ده لازم نقراه النهاردة ليه لانه ده مش مجرد كلام من شخص عابر يعني مش مجرد واحد كده وبقول كلمتين وخلاص لا احنا بنتكلم عن حالة مصرية يعني تدعو الى التأمل والتفكير ليه؟ لانه قال انه بعد شهور من حساب النفس اعتذر اعتذارا هو الاخير من هذا النوع بخصوص كل ما قمت به من سوء تقدير وقلة قيمة لنفسي واضرار بوعي كثير من شباب بلادي عبر تصرفاتي غير المسؤولة هاخد الجزء ده الجزء ده في الاول لانه في بعض الناس بتكون احلامها اكبر من امكانياتها وقدراتها تصوراتها عن نفسها ما بتبقاش حقيقي فيه شباب كتير جدا يتخدعوا باللي عمل واقل غنيم واللي قالوا واقل غنيم واللي كان بيروجوا واقل غنيم دي رسالة بعد السنين دي هو بيعتذر بعد ما ناس كتير راحوا في الوبا بسببه بعد ما ناس كتير خسروا بما ناس كتير ممكن يكونوا ماتوا وتقتلوا وضاعوا وتسجنوا وتشردوا وحياتهم انتهت دي سبب انه في حد عنده فكرة هو مش مقدر ابعدها ولا عارف هي راحة فين ولا جامنين حماس شباب احلام اكبر من القدرات فالحقيقة يعني معرفش ضحايا واقل غنيم هيقبلوا اعتذاره ولا هيظل مدان بس المهم ان احنا عندنا نموذج سلكة طريقا ويعني ضر بيه ناس كتير جدا ثم بعد كل هذي السنوات بيقول انا عاسف انا بعتذر وسمحوني وما كانش قصدي هل الناس هتقبل اعتذاره ولا لا الله اعلم